مرحبا بكم في قناتي و قناتكم الفيديو اليوم سيكون عبارة عن وصفة في الفرن سباكيتي سباكيتي العادية هذا القراطة يكون اقتصادي جدا و يوجد بسهولة و يمكن تعمله كطبق رئيسي فلاشة مثلا او كطبق مرافق في الغداء مكوناتها سهلة و بسيطة تكون من ثلاث مكونات اساسية او اربعة سباكيتي الحليب كيف تشوفوا معي زبدة و الجبن و بطبيعة الحال البزار و الملحة على حسب التوق فان شاء الله سنأخذ هذه سباكيتي غير واحد الكيمية سنسلقها نصف طيبة لا تطيب كلها لانه ستكمل الطيب او الهدف ان نكمل الطيب في الحليب كيف تشوفوا هذه الوصفة لا تحتاج لصص بيشاميل او صلصة بيشاميل لا تحتاج لقشدة طرية كريمة سائلة حليب و زبدة و جبن سنسلق سباكيتي سنعود طريقة تحضير سهلة بسيطة انا رجعت لكم حبيباتي بعدما سلقت كيف تشوفوا سلقت لهم غير نصف طيبار سلقت لهم او لفل ماء و شوية الملحة و سنأخذ الضبدة سنضهن به هذا المول أو هذا القالب نضهنه جيد لكي لا تنسخ لنا لبات و سنفرغ كمية لبات التي سلقت نسل كيف تكرت سنسر بطريقة تكون متساوية كيف تشوفوا معي كيف تشوفوا الآن سوف ندوز و سوف نضيف الحليب الحليب من الأحسن يكون كامل للدسم لكي يكون التعم جيدا طريقة بسيطة و سهلة وصفة ديدة و اقتصادية كيف تشوفوا لا أحدد لكم كمية الحليب لأنه على حسب كمية سباكيتي المهم أهم هو تغطي طبق بالحليب بحلقة مزيدة و سوف نضيف حليب و سوف نضيف حليب ثم حليب سيضيف الكافية التي سوف تكمل سباكيتي الطياب سنضيف الملحة سنضيف القياس فقط لا ننسى أن نسلق سباكيتي في الملحة سنضيف البزار أو الفلفل الأسود القليل فقط سنضيف الملحة سنضيف البحارات سنضيف البحارات سباكيتي سنضيف البحارات سنضيف البحارات سنضيف البحارات سنضيف بطع الزبدة سنلجط في هذه الأسود سنضيف الملحة سنضيف البحارات سنضيف البحارات نضيف البحارات بالنسبة للزبدة 1 جوج معلق كبار تقريبا كافية ووضع الجبن من الفوق الفران يسخن على درجة حرارة 180 لا تقريبا الآن إلا نضيف الجبن المبشور ممكن تستعملوا أي جبن عندكم تسوفر في البيت دائما نقول لكم قضي وبدك شيء عندكم في الدار من أشياء بسيطة ممكن تقوم بوصفات لذيذة وبكمية كبيرة أيضا دائما نضيف الجبن دائما نضيف الجبن سوف نضيف الفران حتى تحمر ونرجع لكم إن شاء الله حبيباتي لا تحتاج معي وقت طويل في الفران كيف قلت لكم طيبته على درجة حرارة 180 حتى تتحمر وخذ اللون كيف قلت لكم وشربت الحليب وكملت فيه الطيب نتمنى الوصفة اليوم لتنال إعجابكم نقول لكم بصحة والراحة إلا جربتوها كمال عادة اكتبوها في الكومنتر مرحبا بأي تعليق من عندكم ونجدكم إن شاء الله مع الطبق التقديم ومن هنا نقول لكم مع سلامة في فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر